السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اذا تحياتي للجميع في هذا التمرين اللي هو رقم السعود من سلسلة التمرين درس دراسة الدوال غادي نشوفوا واحد السؤال اللي هو مهم جدا واللي هو سؤال اتياذي في دراسة الدوال اذا السؤال يتعلق بدراسة تقعور منحنة ذالة وكذلك غادي نشوفوا كيفية تحديد نقطة العطاف اذا نبدأ بانجاز السؤال الاول اذا السؤال الاول يقول احسب ف دو بريم لكل اكس من ار اذا في هذا السؤال سنحسبه المشتقة الثانية اذا بس نحسب المشتقة الثانية سنحسب المشتقة الاولى اذا مهما يكون اكس تنتمي الار ف بريم تساوي الشيقاق دو واحدة الاثناش اكس او سربعة ناقص جوج اكس كاري زائد اكس زائد جوج على ثلاثة اذا الشيقاق دو اكس او سن او اكس او سن مع اعدد ثابت بشكل عام هو الشيقاق دو اكس او سن اي الشيقاق دو اكس او سن ناقص واحد اذا شيقاق دو اكس او سربعة ناقص اسشيقاق دو جوج اكس كارية يه Fen فانشيقاق دو اكس كاري هو Joker زائدClass واحد بالاشتاؤ الجوجة الارتثة 0 إذا نبسط هذه الكتابة نختزله بربعة إذا ربعة لتناشية يبقى لنا واحدة لثلاثة إكس وثلاثة ناقص أربعة إكس زائد واحد الآن سنحسب المشتقة الثانية إذا مهما يكون إكس كتامي الآن غف دوب بريم كتساوي المشتقة المشتقة الأولى الثلاثة إكس وثلاثة ناقص ربعة إكس زائد واحد إذا إذا مقبعد المشتقة للثلاثة يؤذر الثلاثة ناقص ناقص ربعة إكس اللى ربعة هذه ربعة إذا سفر. إذن. كنت أجل بالعدد ثلاثة. كتبقى اكس كاري ناقص أربعة. إذن مهما يكون اكس كاري ناقص أربعة. إذن مهما يكون اكس كاري ناقص أربعة. إذن حسبنا المشتقة الثانية. وبطبيع الحال كما كتعرفوا المشتقة الثانية. بها سنحدث التقعر والتحدب. يعني بدراسة إشارتها. كنحدث التقعر والتحدب المنحنة. وكذلك. كنحدث نقطة للعطاف. إذن. سنشوفوا بعد فسؤال الأول. كيفية دراسة تقعر المنحنة. إذن سنتكروه بالقاعدة. إذن. الحال الأولى إذا كانت F' موجب على المجال. فإن للمنحنة السائف تقعر الموجهة نحو الأراتيب الموجابة. دونك إلى القناع F' موجابة على واحد المجال. فشم كان هذا؟ كان بأن السائف منحنة الدلة له تقعر موجهة نحو الأراتيب الموجابة. لا شكل هذا. يعني كيكون محدد. إما كنقول السائف محدد. أو كنقول له تقعر موجهة نحو الأراتيب الموجابة. وكذلك كيكون المنحنة يوجد فوق جميع مماساته. يعني جميع المماسات المنحنة كتكون من تحت المنحنة. الحالة الثانية. كانت عندنا F' سالبة على واحد المجال. في هذه الحالة كيكون المنحنة للمنحنة سابة استماعي killing bör وكذلك.因為 đấy كل فأنا construct that image does not make the other في قائم كيكون تقعر موجهة نحو الأراتيب السالبة. إذن هنا كيكونلا 200 تحدد. هنا كيكون هنا تقعر. كيف بدنا. كيف كان المنحنة للتحدة يمنقي يمكن ان نشوف من التي قديم. يعني المنحنة دائما كنتم التحدد فيها من التي علينا كل هدى من الحالة. إلينا هذا منحنة محدد إذا كانت تحدد. وهنا Letterman هنكون هنا غا alarms بأننا منحنة باللجاء عق inglis. نحضر نشغل إشارة ف' نحضر ف' نحضر ف' نحضر فمربع ناقص 4 نحضر هذه الإشارة نحضر المعادلة لكي نحضر نشغل إشارة إذن تكافي X تساوي 0 إذن هذه معادلة من درجة ثانية يمكننا العملها بسهولة هذه مستبقى هنا تساوي 0 إذن X زائد جوج تساوي 0 أو X ناقل جوج تساوي 0 إذن X تساوي جوج أو X تساوي تساوي ناقل جوج أو X تساوي العدد جوج إذن إشارة F دوب بريم هي إشارة X كاري ناقص 4 إذن نضع جذور الإشارة إذن X ناقص للنهاية سنضع الجذور بده بالصغير جمال كبير ثم زائد لنهاية إذن الإشارة من ديل F دوب بريم قلنا الإشارة ديل F دوب بريم هي إشارة X كاري ناقص 4 هذه معادلة أو حدودية من الدرجة الثانية لها حلان إذن خارج الجذور يكون إشارة A في هذه الحالة هي واحد وداخل الجذورين عكس إشارة A يمكن لنمثل تقاعر إذن ناقص لتقاعر السقف إذن تقاعر السقف لإشارة ديل ديل إذن تقاعر موجهة يكون الجذور فإن لمنا cono هذا способ إذن سيكون على Pasteur يعني تقاعر موجهة لحوال أراتيب الموجهة وما ت Augen سالبة يحدى objections يعني يatility تقاعر موجهة لحوال أراتيب السالبة الشعور إذن تقعر السئف موجه نحو الأراتيب الموجبة على هذا المجال إذن تقعر السئف موجه نحو الأراتيب السالبة على السئف موجه نحو الأراتيب السالبة المجال الذي يبقى لله هو ناقش جوج جوج الآن سننتج السؤال المؤالي والشق الثاني من السؤال وهو تحديد نقطة العطاف في هذا الحال نحو نقطتين العطاف إذن فكاش يكون لدينا نقطة العطاف نقطة العطاف هي نقطة التي تغييرها تقعر المنحنة إذن يكون لدينا المنحنة مقعر و يرجع محدد إذن هذه النقطة التي تغييرها تقعر سنسميها نقطة العطاف يكون لدينا المنحنة مثلا في هذه الحالة يكون لدينا مقعر و يرجع محدد إذن هذه النقطة هي نقطة العطاف إذن الخاصية تقول إذا كانت F' تنعدم في النقطة X0 وتصغير إشارتها بجوار X0 فإن النقطة نقطة العطاف المنحنة يعني إذا كانت عندك F' تنعدم فإن نقطة F' تنعدم مع تغيير الإشارة يعني زائد ناقص أو ناقص زائد في هذه الحالة كنت تقول بأن النقطة هذه النقطة هي نقطة العطاف المنحنة و في طبيعة الحال كما عندنا في الجدول نقركم بالجدول إذن عندنا F' نقرناها مولان فيني أكبرناها كتنعدم في الناقص الجوج و في الجوج إذن هنا عندنا و كذلك إذن في الناقص الجوج كتنعدم و تتغير الإشارة و كذلك في الجوج كتنعدم و تتغير الإشارة إذن هنا يمكن أن نزاوب بهذا الطريق و هنقول بما أن بما أن F' سنعادم مع تغيير الإشارة في النقطتين في النقطتين ماذا؟ في النقطتين سنسميهم هنا X0 كتنعنا ناقص الجوج و X0' كتنعنا جوج فإن النقطتين كما النقطتين يعني X0 F ل X0 إذن ناقص الجوج F' ناقص الجوج و يمكن أن نسميها مثلا A و يمكن أن نسميها A' جوج F' جوج نقطتين C' ناقص ناقص C' ست 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 ست